ده يقودنا إلى النقطة التانية المصارى خلال الفترة الحالية وهي تتعلق بالحضور الجماهيري في الملاعب النادي الآله طلع بدوره ومسؤولياته وبعت للتحاد الكورة بيقوله اعمل معروف خاطب الجهات المسؤولة على ضرورة عودة الساعة الجماهيرية الكاملة في المباريات وكابت الخطيب في حفل التكريم الأخير قال ان احنا نخاطب كل الاتحادات الرياضية مش اتحاد الكورة فقط علشان الجماهير ترجع للمدرجات بالساعة الكاملة حفاظا على الكورة المصرية اللي بقت محتاجة ده الرياضة المصرية اه الرياضة والاتحادات التانية نفس الشيء ايه ولو الاتحادات التانية يعني فيه حرية اكتر في اله لكن انك تحرمني من سلاحي وتحرم الكورة المصرية من سلاحها ماهو ده في الاخر بينعكس على المنتخب ان اللعيب اللي بيخرج من الدور المصري بيخرج وفي اجواء طبيعية مع مؤذرات جمهرية ده سنبا التنزاني الراجل بيقول هنلاعب الاهلي في ملعب فيه ستين الف متفرج حيلاقي ستين الف متفرج في الملعب في تنزاني في تنزاني فكيف هيحرم النادي الاهلي ان يبقى فيه ملعب فيه مئة الف متفرج للنادي الاهلي دي حاجة للمتعة وحاجة الناس بتجي الشغفة فيها وقلنا مئة مرة خلاص اصبحت الوسائل العلمية لو حصل خروقات لو حصل تجاوزات بيقدروا من وسط المئة الف يقولوا فلاني فلاني ده اللي عمل المشكل يتحاسم واعتقد ان وعي الجماهير هي اللي هتحافظ على المدرجات ساعتها حتى تحكمنا يتعلم يشتغل بصفارة تحت الضغط يتعلم الوقفة وهو فيه مستمتع بالجماهير الحاكم زي اللعب المدرب نفسه يعني لما يجي بابا فاسيلي ويقولك حتى لو الجمهور مش بتاعي انا عايز يكون في الملعب عايز الصوت والصخب والشغف قالك حاجة حلوة طيب ربطة الانديا لغاية دلوقتي ما اعلنتش الموقف لكن مرتبط بالجزئية الجماهيرية في السياق ده حجم شعبية الاهل خارجيا وهو موقفه من مباراة السوبر المصري الاهل يبعت للاتحاد المصري وكرة القدم يقوله شكل البطولة بتاعت السوبر ايه انت هتفضل تلعب بطل الدوري ضد بطل الكاس كالمعتاد ولا هتغير وفين اللايحة بتاعت البطولة وفين جوائزها وفين معادها وفين مكانها كل اللقسلة دي الربطة او الاتحاد وكرة حتى اللحظة ما جاوبش عليها لكن اتصالات جرت كثيرا بين الأستاذ جمال علام وكابتو محمود الخطيب والنادي الاهل بيأكد انه عازم على المشاركة الطبيعي جدا انه شارك لكن شريطة انه يوصل للايحة تحدد كل الحقوق وتحدد كل الاطراف وان البطولات ما تجنيش ما تفجنيش بإلغاء بطولة واستحداث بطولة بشروط جديدة مرة واحدة هو ده اللي قاله ده اللي قاله ايه هو انا لما اقولك رامي الفوطة اه قولي رامي الفوطة ما هو نتيجة انه انت مش عايز اي موضوع تتناوله فيه شفافية ولا موضوع فيه غموض في كل اتجاه ودائما تبنى مخاصمين الشفافية تبنى المواقف يعني دايما انت بيقولك ايه القيادة ان تقود الحدث ايه الادارة ان تقود الحدث ان تنظم قيادة الحدث انت بتعمل حاجة والحدث بيخش في السياق ده يوصلك للنتائج اللي انت عايزها لكن ان انت تقلب تحط العربية قدام الحصار ويبقى الادارة والقرار كله نتيجة الحدث يحصل الحدث افصله موقف افصله قرار افصله ليحة افصله تخريجة يبقى انت الحدث هو اللي بيقودك عمرك انت ما حتطور لان الاحداث وليدة الصدفة والعشوائية لكن التنظيم وليدة التخطيط والرؤية والاهداف اللي انت عايز وصلها ايه ما بقولك نيرم الفوطة ع الكرة مصرية ولا فيه امل يا اخوانا حد يتنبه يقولي جماعة انتو بتعمله ايه يا اخوانا انظر حولك انظر حولك احنا بقين عايزين نتعلم من ناس اللي تعلموا مننا في الاول وسبقونا بمراحل ايه للجدية والارادة في التطوير كل واحد غيران على اسم بلده في مكانه ايه اللي احنا الرياضة بتاعتنا محدش غيران عليه كل واحد غيران على شلته على شلته النهاردة انت عايز تفاهمني ما تكونتش شلة لانت تورس الكرة المصرية وتوجيها انت لسه كنت بتتكلم انا سامعك على بطولات الناشئين وعلى اللي بيحصل فيها ايه وقبل كده انا قلتلك قبل كده في بيع المسمى بتاعة الدوري ايه كل ده واحد بيطلع يقولك بكم وفين وامتى وزاي ايه المشاريع اللي الوزارة عمالة تحتضنها للاكتشاف المواهب هو مين المسؤول عنها والافراص ده حيروح فيه الافراص ده حيروح فيه يعني ما كان دوري احدى الشركات المياه الغازية كانت بت هي بتعتبره المنتج ده بتاعها وبتبيعه للي يدفع دلوقتي انت حتوزعه ازاي ولا كل مدر بقى في حتته يدبع حويته ونكتشف بعد شوية ان خريطة الكرة مصرية بتتغير مش للافضل لكن في اتجاهات اخرى بفعل فاعل اصل انك انت عشان تضرب نادي زي النادي القالي كما يتصور اللي بيعملوا الشغل الحلمانتيش ايه ده ده صغل صعب لان ده تاريخ ثقافة جزور ضربة جماهير صعب تغير ثقافتها لانت بنت على ثقافة الصح والغلط والعمل السليم والمبدأ والتقاليد الكلام ده لازم يستثمر المناخ ده في انك تاخد الجماهير دي بطاقتها وبرغبطها في انك تشوف حاجة عيدلة في انك تعملها نظام والقالي ما قالكش فصل يا اخي نظام عشاني بيقولك قولي هتعمل ازاي وما تفاجئنيش يعني ما تجيش تقولي ايه إلغاء قيمة الانتظار قولي من الموسم المقبل سيتم كذا اعرف اتصرف في المنتج بتاعي ما تجيش تقولي البطولة الفلانية مستحداثة طب العمل الفني يمشي ازاي ازاي يعني قول من الموسم القادم يبقى الناس بتشتغل اي وبعدين ما تجيش تقولي زي شوف اللجن اي شوف الزيف ميجي وقل لك ايه ما هل اهلي انسحب من الرابطة لا الاهلي ما تسحبش من الرابطة الاهلي عرضت عليه مصابقة غير ملزمة قال مش هشترك فيه لا يحيطها بتقولي انها غير ملزمة غير ملزمة المشاركة فيها غير ملزمة اختياري من قبل ما تعمل حاجة اختياري غدتلك من بادري ما تعملش حسابي في البطولة دي زي دلوقتي اللي قال لي دلوقتي بيقول ايه ما تعملش حسابي في اي بطولة مستحدثة لكن انت لو عايز تعمل بطولة خليها استمرار حتى لو مستحدثة تبقى على نفس اللايحة واستمرار للبطولة اللي كانت موجودة استمرار يعني ايه عايز تطور البطولة دي ولو انه ده غلط المفروض تقول من السنة الجاي طورها بس تبقى مستمر عايز تلغي حاجة وتعمل حاجة اقول من السنة الجاي هو ده ده الناس اللي عايزة تقود الحدث مش الحدث يقودها فلما بقولك هو احنا بقى نرمي الفوطة لانه ما فيش فايد ان حد يعمل حاجة ولا ايه يعني يعني في ناس تعرف اه في ناس تعرف طبعا ما كل دول ولاد اللعبة هو انا اللي بقولك كابتن فضل طبما كابتن فضل بلاقل لما اختاره كان يختار كدر واعد وكان من الممكن يقود هو في مكان ما في التطوير الكرة واللي بيحصل لكن انك انت تاخد موقف لمجرد حاجة ديقة خلاف معين وعايز تاخد الدنيا من خلاله انك تسطح كل حاجة ولا ليه مالوش حق غير معقول وبعدين تستخف لو عندهم خمسة في المئة احترافية عيب مين اللي عنده احترافية طيب لو الناس في تاعة الاهلي ما عندهاش احترافية مين هو من الاحترافية انو انت نائب رئيس الاتحاد او مسؤول في الاتحاد تتخاني مع لعب في ممر التتويج عشان ده كهرباء تمسكه هي دي احترافية شده اه يعني هي دي احترافية لا يعني انت متسيبش نفسك لمشاعرك بالظبط انا شفت لحظات غضب منه مش مصدقها شفتها بعيني في حاجات ما تستحقش انه تجبر قوي جدا او حتى لو تستحق فين الرزانة بتاعة الشخصات قضية بتاعة المسؤول اللي تسق انه لما يخضب خضب وده ما يقضوش الى قرار خاطئ بالظبط وشخصا لا انت بتشخصا هنا خسارة خسارة انا 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 عايزه يراجع نفسه بصراحة لانه يقدر يفيد جدا واحد من الناس اللي تفيد هو وغيره في كذا ميده اللي مرة فوقه مرة تحته يمين وشمات ما تستغلوا يا جماعة خبراتكو دي انك تعملوا حاجة للبلد بدل الشلة بدل الشغل الشللي اللي انتو عمالين توزعوا الارزاق فيه دي النهاردة الكرة المصرية اكبر من اي شلة وما فيش شلة هتقدر تشيل شلة الكرة المصرية الا بخبرات وبمسؤولية وبقانون وبلوايح وبنظام وباحترام لكل اللي هو موجود ترجمة نانسي قنقر